آية من وجهة نظرك ايه اهم النقاط او اهم الصعوبات او اهم القضايا من وجهة نظرك اللي انت شايفة ان احنا لسه محتاجين يشتغل عليها ولسه محتاجين نتكبرها اكتر ويكون عندنا فيها مستقبل احسن والله انا هاخد دستيب كده يعني ورا شوية واقول انه اصلا احنا بنبص ازاي للستات والقضايا بتاعتهم لانه الناس بتتفاجئ انه الست لما بتكتب مثلا رواية فيها موضوع شائك اللي هو لا يا جماعة دي حاجات احنا بنحس بيها بس ما كناش بنقولها فمثلا من الحاجات العقبات اللي بشوفها طول الوقت انه فيه طول وقت رقابة انه الست بتكتب ايه انا مثلا ما اجي افكر في رواية ايه الموضوعات اللي ممكن اكتبها افكر فيها كويس قبل ما ابتدي اكتبها لانه هفكر المجتمع هيقول ايه الناس هتقول علي ايه هل هتامل اسقاط علي في حين انا بكتب ادب يعني متخيال القضايا الشائكة بس متخيالي ده مش موجود دلوقتي يعني خلينا نكون برضو زي ما انا قلت في بداية السؤال في بداية سؤالي خالص قبل ما نسمع رأي لمية انه احنا بنعيش في عصر في حقيقة احنا كنساء يعني بنعمل كل احنا عايزين ومنفتحين عندنا نمازج نكحة جدا عندنا فرص كبيرة جدا شايفين يعني سيدات وبنات بيشرفوا النموذج الانسوي في جميع المجالات يمكن انت كنت بتقولي عليه ده يمكن كان قبل كده لما كانت الست تيكي تقرب جنب منطقة شائكة فيتالعها ايه ده انت سيد تعيب ما ينفعش تكلمي في المواضيع دي نهار ده متخيالي لأ والله المجتمع طول وقت بيفاجئ الواحد يعني بقاش عارف الردود الفعل ايه المتوقعة يعني بالزيت انه يعني طول وقت لازم نكون محافظين اكتر وده تمام بس الفكرة انه ايه بس ان انت تبقي وغد حقوقك ده شق وانك تكون متحفزة ده شق تاني يعني احنا كحقوق وغدين حقوق انما فكرة انك تتحفزي يمكن ده اكتر ليه علاقة بعدات ليه علاقة بتقاليد ليه علاقة بثقافات ليه علاقة بحاجات تانية لكن احنا بنتكلم عن صعوبات بنتكلم عن قضايا بنتكلم عن عوائق انت ممكن تكوني شايفة ان الست لسه محتاجة تشتغل عليها لكن احنا لو بنتكلم عن حقوق انا شايفة يعني ان احنا الحمد لله يعني مش عايزين نقول اكتر من كده يعني احنا الحمد لله برضو قادرين احنا نسبة نفسنا بشكل كبير جدا درجة ان الرجال هم اللي بتادوا يطلبوا بحقوقهم دلوقتي فيعني خلينا نكون اكتر محايدين بلاش نكون ضد جهة معينة او بننصف جهة معينة على حساب جهة اخرى خلينا نكون اكتر محايدين ونكون متأكدين ان احنا في حقيقة الامر احنا بنعيش عصرنا الزهبي في حقيقة الامر المرأة المصرية بشكل عام والعربية واخدى حقوقها في مجالات كتير جدا مظبوط ويعني هي فكرة اه يعني هي مش يعني بالزبط يعني بقى في لو احنا بنتكلم مثلا من خمسين سنة او لو جينا حتى بصينا على المشهد الادبي زمان اه زمان بقى حاجة ودلوقتي دي حاجة تانية خاصة فدلوقتي يلاقي فيه فرص طبعا والاصوات بتدير مش بس فرص فرص ومساحة انت عندك فرص ومساحة وعندك سقف كل يوم بيعلى وعندك امال واحلام ووعود كل يوم بتكبر وبتكتر مش بس يعني زي ما كنا بنقول افكار او لا احنا عندنا حقائق متنفذة على ارض الواقع